صباح الفول عليك يا باسانتو ربما يعني بعد ما بقى الزهايمر من الأمراض الشبابية وبعد ما بقينا أوقات كتير جداً منشوف ناس من زمن طويل وبنحاول نفتكر أسمائهم وبننسى ربما عندنا تساؤل في هذا أو في هذه الحلقة الناس أصحاب زاكرة السمكة بتعمل إيه لما بتشوف حد مش فاكر اسمه عندك موقف اتعرضت ليه بشكل شخصي اكتبه لنا على مواقع التواصل الاجتماعي وخلينا ندردش معاك طول اليوم هنذكر اسمك وحنتكلم معاك وحنذكر كل المواقف اللطيفة والطريفة اللي حصلت لهذا الأمر خليني الأول أسأل باسانتو باسانت أكيد تعرضت للمواقف ده بتتصرفي ازاي بتلحقي نفسك ازاي بيبقى فيه سرعة بديهة ولا بتنسي ولا يعني احنا بطبيعة الحل بسبب طبعا الأيام والسنين انت غزبا عنك بتروح طبعا رحت مدرسة وروحت جامعة واشتغلت في كذا حتى قبل كده فقابلت ناس كتير قوي على مدار حياتك وبالذات طبعا الناس اللي شغلانتهم ليها علاقة بالتفاعل مع الأشخاص أو مع الناس أكتر بيبقى فيه مشكلة ان انت بتقابل ناس كتيرة جدا طول الوقت انت مش عارف انت قابلت الشخص ده فين هل هو كان معاك في المدرسة ولا كان معاك في الشغل ولا كان معاك فين وفيه ناس يعني البشر متصنفين نوعين الناس اللي عندهم زاكرة السمك والناس اللي عندهم زاكرة الفيل أو الجمل العرب بيسموها زاكرة الجمل والغرب بيسموها زاكرة الفيل ليه؟ لان السمكة بطبيعة الحل لما بتروح تاخد الطعم بتاعها من الصنارة بتلف وترجع تاني تاخد الطعم مع ان دي كانت الصنارة اللي هتاخد منها حياتها فعشان كده الناس بتقول ذاكرة السمكة فبتنسى عكس الفيل لما بيبقى في السرك مثلا لو المدارب بتاعه ضربوا بسبب حاجة معينة بيفضل فاكرها ما بينسهاش أبدا ما بيعملش الغلطة دي تاني فعشان كده متقسمين الناس نوعي الناس بتفتكر كل حاجة طول الوقت وناس ما بتفتكرش أي حاجة خالص أنا من الناس اللي ما بفتكرش أي حاجة خالص أنا بقابل ناس كتير قوي طول الوقت وفي الحقيقة الناس بقى بتبقى مصممة يعني أنا بعمل إيه بدخل عليهم بترحاب جدا وبمحبة جدا فبحس إن أنا بهرب منها شوية يعني بدخل له أهلا عملا إيه إزايك وحشتيني فما بتصدق يعني مش هتصدق إن أنا مش فاكرة هي مين خالص فأكتر حاجة كمان بقى بتحصل معي طول الوقت هي لما حد يكلمني على التليفون وبقى أنا المفروض الرقم ده أنا سجلته قبل كده والشخص دي أو الشخصية دي ترجع تكلمني تاني ويبقى فيه كده ود كده في التليفون فتعرف إن الرقم ده أنت المفروض يبقى عندك فابتدي أنا أتكلم وارغي وأكون مطلع بقى الرقم من الترو كولر وبعدين أبتدي أعرف بقى مين بيكلمني ففي الحقيقة بتحصلي طول الوقت بحاول أهرب منها أكيد ناس بتعرف إن أنا ناس ساعد بتسألني بتزنقني اللي هو طيب أنا مين بتحصلك يعني جدا طول الوقت بجد طول الوقت مش يعني مش بقولك حاجة والله أنا فكرة بس مش عارف إيه لا بقول مش فكرة يعني خلص أصلا هو اللي زنقني يعني لا محدش برضو بيعمل كده وش كده مش فكرة كده مش أنا أسفا مش فكرة والعيب عندي أنا ده حقيقي يعني أنا الغلطانة بس يعني هعمل إيه أدي الله ودي حكمته متحصل متحصل انت بحكي لنا عن مواقف تعرض تليه والله زي ما قلت بالزبط على حطة إيدك تفكر يعني بصي هو فعلا إحنا يعني ربما ممكن نكون بنتعرض للمواقف دي كتير وطبعا زي ما قلت بس أنت بصدق أصحاب المدرسة أصحاب الكلية أصحاب المش عارف إيه اشتغلت فين عملت إيه ففيه برضو الود ده منفعش طبعا ما تبقاش ودود لازم تبقى مبتسم طول الوقت لازم تتعامل مع الموقف بشكل فيه نوع من أنواع الدبلوماسية واللطافة إنك تحاول تخلي فيه زي ما قلت كده إيه جمل سبتة ومترصة حبيبي أهلا أنت فين مش عارف إيه لغاية لما هو حيذكر لك مثلا فاكر صاحبنا التالت الموقف التالت ده هنا بقى ممكن تفتكر وبرضو ممكن ما تفتكرش بالموقف أنت برضو ممكن تفتكر وممكن ما تفتكرش وخلينا نقول برضو الزمن بيغير يعني الملامح كمان حتى بتتغير يعني في الناس فعلا أنا كنت أعرفها بشكل معين وبعد مرور عشرة خمستاشر سنة الشكل ده تغير تمام يمكن أنا من الناس اللي شكليه ما تغيرش على فكرة من وانا كده من زي ما أنا بس في الناس فعلا شكلها تغير فده اللي فعلا الموضوع بيبقى بالنسبال ويا بسانت محرق جدا طبعا نقوم مثلا جاز نزاد شكل ايه شعر راح ده بنقابل ده كتير بيبقى الموضوع محرق جدا جدا أنك برضو إيه تبقى لطيف معانك ما تقولوش إيه إذا أنت خين تقوي تكبير تقوي تكبير شعرك فين صح فبتحاول أنك برضو إيه تاخد الموضوع بشكل لطيف علشان برضو ما يبنشن بتاعو إيه وبتمشي الدنيا ده حقيقي بس في بعض الناس كمان وشوشهم بتبقى يعني بتبقى أنت ماشي في الشارع ساعات كتيرة وبتشوف ناس تحس أن وشه مألوف فبتبقاش عارف أنت فعلا عرفه ولا مش عارفه فساعاتها دي بقى بتبقى كمان حاجة من الحاجات اللي ممكن تخليك مش فاهم يعني هل أنا أعرف الشخص ده فعلا ده شبه بنت أو البنت دي شبه بنت معايا في المدرسة كانت أو معايا في الجامعة فهي دي كمان من الحاجات اللي انت قلت عليها فعلا ملامح لما بتتغير انت بتعود تشبه بقى اللي قدامك هل أنا الشخص ده أنا عرفه طبعا عرفه منين أنا عرفة أن أنا عرفك بس مش عارفة منين فتزيب من الحاجات اللي كمان بتوتر شوية لما تشوف الأشخاص فيه ناس بقى بتتعرف أو بتعرف يعني تلينك كده أو بتوصل ما بين الشكل بصورة مثلا فخلينا نقول الفيسبوك مثلا من الحاجات اللي خلت الناس يبقى عندها اتصال في الزهن كده بمعرفة الشخص ده عن طريق الصورة فيه ناس بتتعلم عن طريق الرؤية يعني وفيه ناس يعني للأسف تتعلم عن طريق السماع فلسه فيش أبليكيشن لحاجة زي دي صحيح إحنا نصحتنا لو اتعرضت الموقف زي ده هتخرج منه إزاي هتتعامل معه إزاي الموقف البايخ اللي حصل لك الموقف اللي انت شايف ان انت كنت شاطر فيه جدا وقدرت تخرج منه بدبلوماسية احكي لنا عن كل المواقف اللي اللي مرت عليك الكوميدي منها والتراجدي النصيحة اللي عايز تقولها للناس ان انت إزاي ما تحرجش حد وزنه كبر أو شعره راح او إزاي بتتعامل معه بشكل لطيف الانطباعي الأول لما بتشوفه بتتخضه لما بتتخضش كل الأسئلة دي الناس مرة تانية أصحاب زكرة السمكة بتعمل إيه لما تشوف حد مش فكر اسمه ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك منتظرين إجابات حضراتكم حنستعرضها خلال حلقة النهاردة صباح لحضراتكم وصباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر